بهذا الفيديو هنحكي عن مؤتمر قبل الجاي اللي هتعلن عنه عن كتير منتجات واهم هون اللي هو الـ iOS 12 تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم عبد الرحمن بهذا الفيديو هابب احكي عن مؤتمر قبل الجاي اللي هو تبع المطورين خصوصي قبل بتعمل بالشهر السادس دائما للمطورين بتعمل مؤتمر بتاعلن عنه عن كتير شغلات منه النظام الـ iOS الجاي ومنه TVOS ومنه MacOS فكتير أنظمة بتتم الاعلان عنه بهذا المؤتمر قبل كم يوم اعلن شركة قبل بشكل رسمي انه من اليوم الرابع لليوم الثامن من شهر السادس اللي هو جون انه هيتم عمل هذا المؤتمر وهيتم الاعلان عن كتير شغلات مثل ما قلت لكم واهمهم الـ iOS 12 في كتير اشخاص بيسألوا شو هي الاجهزة اللي هتشتغل على الـ iOS 12 على اغلب انه هتشتغل على الـ iPhone 6 والـ 6S والـ 7 والـ 8 والـ X بس للاغلب الشي انه هذا الجاي النظام هيجي بتطويرات كتيرة للـ iPhone X لانه اول نظام هينزل بعد الـ iOS 11 للـ iPhone X ومنه ممكن يصير بعض التطويرات بعد ما صارت المشكلة الرئيسية تبع شركة قبل انه عم تقلل من قدرة المعالج وعم تقلل من قدرة البطارية فمنتوقع انه بهذا النظام ان شاء الله يكون فيه تحسن كبير للبطارية وللمعالج بشكل كبير للاجهزة تبع الـ iPhone اللي شغالة حاليا على الـ iOS 11 وعالالاغلب هتعلن شركة قبل عن iPad جديد اللي هو iPad X متن ما بتعرفوا في كتير تفاصيل وكتير تسريبات نزلت عن الـ iPad الجديد اللي هو من الحافة للحافة الشاشة ومع ميزة التعرف على الوجه مثل iPhone X أو iPhone X نزل كتير تسريبات عن هذا الـ iPad بس لحد الان ما في شي رسمي 100% بس عالاغلب يعني هيتم الإعلان عن iPad جديد بس شو المواصفات كلها هيتم يعني نزول هاي الأخبار خلال الأشهر الجايه وعال أغلب هيتم الإعلان عن MacBook Air جديد بنسخة أحدث من النسخة الأديمة اللي هي موجودة حاليا فهذا كله مثل ما قلت لكم خلال اليوم الرابع للتامن من الشهر السادس هيتم الإعلان عن كل هذا الشيء فحبيت أخبركم عن هذا التفاصيل متمنى يكون عجبكم الفيديو لا تنسوا تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة ليوصلك كل شي جديد عنا بشكل سريع وعن كل الأخبار للنظام iOS والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر